بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الثانية همزة الوصل في الأسماء لو استعرضنا الأسماء في اللغة العربية المبدوئة بهمزة لوجدنا همزة الوصل وقعت في عشر أسماء فقط وما عذاها فهمزته همزة قطع هذه الأسماء العشرة سبعة منها في القرآن الكريم وثلاثة باقية ليست في القرآن الكريم واحد كلمة اسم ونحن نقرأ دائما بسم الله الرحمن الرحيم فنقرأ بسم الله ولا نقرأ باسم الله قال تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كلمة ابن كما في قوله تعالى قال عيسى بن مريم ومثلها كلمة ابنم المضاف إليها الميم في آخرها ثلاثة كلمة ابنه وملاحظ على كلمة ابنه أنها في الإملاء تكتب بالتاء المربوطة وقد جاءت في القرآن بالتاء المبسوطة أيضا كما قال تعالى ومريم ابنة عمران فنقرأ ومريم ابنة ولا نقرأ ومريم ابنة فهذا خطأ أربعة كلمة امرء كما قال تعالى إن امرء هلك ليس له ولد ولا نقرأ إن امرء فهذا خطأ لأن همزة امرء همزة وصل خمسة كلمة امرأة والأصل في اللغة أن تكتب بالتاء المربوطة وقد جاءت في القرآن الكريم بالتاء المبسوطة ولا حرج في ذلك فهذا رسم قرآني يعتمد على الرواية كما في قوله تعالى قالت امرأة العزيز ولا نقرأ قالت امرأة العزيز فهذا خطأ ستة كلمة اثنان في التذكير وسبعة كلمة اثنتان في التأنيث سواء وردتا بإثبات النون أو بحذفها للحالة الإعرابية أو جاءت بألف الاثنين أو بالياء أيضا في حالة الجر والنصب وأما بالألف ففي حالة الرفع إذن كيفما جاءت كلمة اثنان واثنتان فإن همزتهما همزة وصل فنقرأ حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ونقرأ لا تتخذوا الهين اثنين ونقرأ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ونقرأ فإن كانت اثنتين هذه ألفاظ سبعة موجودة في القرآن الكريم وثلاثة ألفاظ ليست في القرآن وهي كلمة ايم الله فنقول ويم الله للقسم وكذلك نقول ويم الله أيضا للقسم فهاتان كلمتان ليستا في القرآن الكريم ويم ويم لفظان من ألفاظ القسم والكلمة الثالثة التي ليست في القرآن الكريم والمكتوبة بالهمزة والسين والتاء ومعلوم معناها والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة